هل بدأت فعلياً مرحلة الركود الاقتصادي عالمياً؟ دعنا نشرح ما هو الركود الركود هو أن يأتي ربعين سنويين على اقتصاد ما يكون فيه حجم تباطئ النمو واضح جداً على الاقتصاد ذاته وهذا مؤشر اليوم لدينا مثلاً أمريكا أمريكا اليوم أتى عليها ربعين سنويين متتاليين عاشت منهم ركوداً اقتصادياً واليوم نحن وصلنا أعتقد إلى مرحلة الكسادة العظيم نحن قاب قوسين أو أدنى أو السنة القادمة أعتقد ستكون قاسية جداً على الشعوب العالم بالكامل وليس فقط شعوب منطقة الشرق الأوسط أو إفريقيا أو غيرها ولكن أنا ممكن أن أقول أن شعوب الشرق الأوسط أو السكان المناطق الناشئة اقتصادياً ممكن أن يكون لديهم خبرة في تحمل الأزمات أعلى من الشعوب المتقدمة اقتصادياً في حال استطعنا أن نرفع مستوى الوعي وأن نخلق بعض الفرص من الأزمات ونحولها إلى فرص لتحقيق الثروب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة